من جهته استرحى رئيس الوزراء السوداني السابق رئيس تنسيقية القوى المدنية الدموقراطية السودانية عبدالله حمدوك أن سودان وشعبه يعولون على مصر كثيرا في المساعدة لحل الأزمة السودانية وضف حمدوك أن القاهرة تمتلك كل الإمكانيات والقدرات وتحرص وتهتم دائما بمعالجة قضايا بلادهم وشدد الدكتور عبدالله حمدوك على أن مؤتمر القاهرة الذي يشارك فيه ينعقد في توقيت مفصلي بالنسبة للدولة السودانية التي تواجه أزمة وجودية أودت بحياة الكثير من أبناء شعب السودان